الآن وللتعليق على أداء الأسهم الإماراتية خلال تدولات اليوم معنا في الستوديو وليد الخطيب مدير شريك في جلوبل لتداول الأسهم والسندات أهلا وسهلا بك وليد معنا كنا عم دردش شوي قبل الهواء وأكدت على أنه بالفعل ربما جاء أداء السوقين في دبي وأبوظبي على عكس التوقعات اليوم ما الذي كان متوقعا؟ توقعنا خاصة مع نهاية الأسبوع مع كسر النفط بمستوى 60 دولار توقعنا في حركة إيجابية على الأسواق توقعنا في حجم تداول أكبر توقعنا في كسر لمستويات مقاومات مهمة لا ننسى أننا نعيش فترة إعلان الشركات عن نتائجها وبالتالي هذا قد يكون حافز جيد وشوفنا الأسبوع الماضي وحتى طيل الشهر أكتوبر تحسن واضح في حجم التداول وبالتالي الشهية لإقبال الأسواق أصبحت أفضل مما كانت بالسابق توقعنا مع كل هذه المحافزات نحن نرى حركة إيجابية توقعنا نرى تدرات فوق فوق نصف مليار درهم لكن بالكاد كانت طيب يعني مع كل هذه المحافزات بالفعل رأينا أداء مش سلبي كثير لكن نوعا ما سلبي لماذا؟ هو مخالف التوقعات أعتقد هو إحدى الأسباب التي تجعل الهدوء يسيطر على السوق اليوم أولا لا ننسى أننا بصدد الاكتتاب الجديد لأعمار وبالتالي هذا ممكن يخذ المستثمرين بحال الترقب يخذ المستثمرين ينتظروا موضوع الاكتتاب وبالتالي تأمين السيوري لهم عنه هذا الاكتتاب هو مبني على عملية البناء السعري وبالتالي الأفراد يجب أن يقوموا بالدفع اليوم أو الفترة الحالية ولكن المؤسسات يقوموا بطلب طلبات شراء لأسهم أعمار التطوير ولكن لا يقوموا بالدفع في فترة حالية وبالتالي يمكن موضوع كتاب أعمار كان له تأثير موضوع آخر الشهر العادة على أسريك هذا الوصول يكون له تأثير ولا ننسى كمان أنه حتى إعمار ونتائج الإعمار توجهاتها بالنسبة للطرح لما كانت تطرح تقريبا 800 مليون سهم من أصل 4 مليار حجم الكاش اللي رح يتحصل تحصل شركة أعمال عقري ما يقارب 6 مليار درهم وبالتالي التوزيعات يعني كانت إلى حد ما أقل ستكون أقل من درهم ولكن هذا لا يعني أنه فعلا ستكون 6 مليار قد تكون أعلى من ذلك حسب التسعير قد تكون الشريحة أكبر من 800 مليون حسب قرار مرلس إدارة عماران وإعمار أخذت موافقة على 30% ويتم الطرح الآن 20 مليون يمكن هذه المؤثرات لجلسة واحدة صعب الاعتماد عليها ولو أن كنا نتوقع شيء أفضل بانتظار جلسة غد ونهاية الشهر بعد غد نعم مليد أداء ملفت رأيناه اليوم على سهم شركة أربتوك القابضة ارتفاعات يصل إلى أعلى مستوياته من جديد منذ أسبوعين شو أسباب هذا الأداء هل هناك أخبار ربا مع نتائج الشركة أو ما إلى ذلك؟ قد تكون المراهنة على نتائج الشركة نحن نرى أن نتائج الشركة كانت تمر بفترة سلبية قوية خذاء العوامل الماضي وبالذات العام الماضي والخسائل والتراكمات التي تمت على شركة أربتوك كذلك عملية عادة رأس المال وإطفاء رأس المال القديم وضخ رأس مال جديد اليوم الشركة تتحدث عن مليار ونصف سهم وبالتالي بوك فاليو هو درهم واحد لسه ما في أرباح نتكلم عنها سعر السهم تلت دراهم سعر السهم تماما مخصوم في أي نتائج إيجابية ممكن أن تكون تلوح بالأفق ولكن إذا كانت النتائج إيجابية فيها طفرة نوعية وفيها مفاجآت قوية جدا ممكن يتم تبرير التلت دراهم لكن دون ذلك وليس إلا مضاربات على سهم راكت في الفترة الماضية حجم تداول ضعيفة وبالتالي ممكن يكون المضارب يرغب بالدخول والخروج منه بشكل سريع ولكن ما في أي أخبار لغاية الآن بتبرر حركة سهم قوية ما طبعا تدائجه وليد الشركة في الربع الماضي تمكنت من التحول للربحية البسيطة هل متوقع أن نرى أرباح أيضا في الربع الثالث يعني من أداء الشركة خلال الربع الثالث حالا من أداء الشركة خلال الربع الثالث أولا نحن أعتقد أنه ممكن يكون عندها ربحية تتناسب مع ربحية الربع الثاني لأن الشركة ما زالت في فترة تنظيف تفاتر أنا أعتقد أكثر من 15% المخصصات المطلوبة بقية لها شيء البسيط ولكن أحيانا التراكمات لا تنتهي في ربع سنة أحيانا موضوع الفوائد على البنوك والتسويات مع السبلاير ومتعلقة بشركة ربطة كثيرة شركة مقاولات وبالتالي قد تنتهي فجأة لذلك نحن بانتظار نتائج إيجابية لا أعتقد أن تكون مفاجأة كبيرة جدا ولكن نتائج إيجابية قد تكون على نمط الربع الثاني لذلك لا أعتقد أن السهم يتحرك على خلفية نتائج بقدر أن يتحرك على المضاربات بشكل أوضح طيب وليت قلنا بأن جلسة اليوم ربما عكست التوقعات نوعا ما ما توقعات لجلسة الغد؟ أعتقد أن جلسة الغد جلسة أفضل نوعيا لأنه حتى متداول ما كانت قوي اليوم أعتقد أن تكون في أخبار إيجابية عن الشركات يكون في حالة من الإقبال بشكل أفضل لا يوجد لدينا محافظة لا يوجد لدينا أخبار سلبية التي الآن تضغط على السوق وأعتقد أن يكون حركة أفضل اليوم غدا وبعد غدا إغلاق الشهر تالي يمكن أن يكون فيه ممكن أن يكون فيه ممكن أن بعض المحافظ تقوم بعملية تجميل لبعض الأسهم بإغلاقاتها حتى تظهر بصورة أفضل وخاصة أننا في نهاية شهر عشر نعم إذن وليد الخطيب مدير شريك في غلوب الذي تداول أسهم السنة تعطيك ألف عقل يا وليد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة